قرارات قوية ونارية من لجنة التخطيط بشأن عبدالقادر ومحمد شريف وشغل كده النساء بتاع بيرامدز اللي مش عايز ينتهي تحياتي لكل اخواتي واخواتي الاهلوية في كل مكان يارب بتكونوا بصحة وبسعادة وفي امان انا هاني الشرقاوي ودي قناتي قناة الاهلوية على اليوتيوب في البداية احنا بنقول ان لجنة التخطيط في الفترة الاخيرة اداءها يعني غير مبشر بالمرة وفي تحفظات كتيرة وكبيرة من جماهير النادي الاهلي على اداء لجنة التخطيط الفترة الاخيرة ولكن في اجتماع لجنة التخطيط قررت القاتل في قرارات غير معلنة ولكن في الكواليس كان لنا بعض من ناس بتمدنا بالاخبار والاخبار دي صحيحة مليون في المية الكواليس بتقولك ايه دا؟ بتقولك ان لجنة التخطيط اوسط بعدم التفريط بالمرة في عبدالقادر عبدالقادر بالرغم ان كولر كان ركنه على الخط الا ان كولر قال للجنة التخطيط انا محتاج للعب ومش عايز افرط فيه فلجنة التخطيط قالت له حتى لو انت عايز تفرط فيه احنا مش هنفرط في اللعب حتى على سبيل الاعرى دا الشق الاولاني الشق التاني ان النادي الاهلي بيرحب بعودة محمد شريف في يناير النادي الاهلي فتح الباب على مصرعيه لعودة محمد شريف مرة اخرى للنادي الاهلي اما الشق التالت وهو كده النساء بتاع بيرامدز وبرامدز ما بتشوفش المشاكل والمصايب والكوارث الا مع النادي الاهلي فقط مع نادي الزمالك تقولك ايه با؟ تقولك احنا بنبارك لنادي الزمالك وبنبارك لفوز وتأهله نهاي الكأس في المباراة اللي جامعت ما بينهم لكن احنا عتبنا كله على التحكيم اللي بيظلمنا لكن نادي الزمالك مش طرف نادي الزمالك احنا بنبارك له لكن مع نادي الاهلي يعني يعمل اسد على النادي الاهلي وقطة ونعامة على نادي الزمالك وبالمناسبة نادي بيرامدز يعني خسر القضية بتاعته اللي كان رفعها انه هو ما شاركش في دوري ابطال افريقيا والنادي الاهلي شارك وهو يعني تضرر من هذا الامر على الرغم انه هو ما اعتردش على اشتراكه في الكونفدرالية وهو اشترك وكمل للنهاية وخرج لكن اي شيء فيه النادي الاهلي لازم تبص تلاقي بيرامدز بيشتغل نظام كد نيسا ونظام عارفين لما اتنين يبقوا متجوزين واحد بالظبط الاثنين بيكيدوا في بعض علشان اللي متجوزينه ده يعني يفوزوا به فهو بيكيد وبيغيز في نادي الزمالك بس من تحت لتحت علشان يغيز في النادي الاهلي اللي حاطت على الاثنين يعني انت كده كده نادي الزمالك بتباركله على الخروج او على الصعود على حسابك على الرغم ان التحكيم كان موجهك من وجهة نظرك ضدك وخدم نادي الزمالك يبقى ازاي بتباركل نادي الزمالك اللي استفاد على افاك ولكن شغل كده النساء اللي فيه برامدز الذي لا ينتهي احنا بنقول للجنة التخطيط النادي الاهلي محتاج باكرايت باكليفت محتاج صانع العاب محتاجين اتنين فرودة مش فرود واحد هناك اقويم ان كريستو هيخرج اعارة جماهير النادي الاهلي مش عايزة كريستو يخرج اعارة لان اللعب ده لو اخد فرصة هيبقى احسن لعب في الدوري وانا هاخد الكلام اللي قاله بالامس فرج عامر لما قال كريستو لو اخد فرصة هيبقى على اعلى مستوى بالمناسبة بمناسبة اللعيبة اللي بتاخد فرصة مودست مودست مكمل معانا في يناير مفيش اي كلام على مودست تخيل ان فيه ناس بتقول ان كولر مش هو اللي جايب اللي قاعد ومش هو اللي حطه في التشكيل طيب هو ليه صبر عليه مادم هو اللي مش جايبه ما لو هو مش اختيار وهو هدفه انجاح هايزة الرجل هو اختياره لانه هو كان مختار سوزة في الاول ولكن سوزة الفريق بتاعه متمسك فيه فهو دلوقتي رجع برضو يقلب في دفاتره القديمة زي الليمبي لما بيقلب في الكراسة الصفرة وبيدور على الناس اللي ممكن يستعين بيها فكولر بعد ما مودست يعني خيب ظنه وخيب امل كل الاهلوية بغض النظر على الهدف اللي جابه لان النادي الاهلي ما بيبصش على هدف النادي الاهلي بتبص على اهداف وعلى موسم كبير يعني كان عندنا اظهر وكان بيضيع وبيجيب ولكن كان فيه صغف جماهيري عليه من كمية الفرص اللي بيضيعها ده محتاج ان هو يوقف على رجليه شوية سواء اجاد او ما اجادش كده كده النادي الاهلي هيستعين بيعني مهاجم مهاجم من طراز فريد لكن دلوقتي النادي الاهلي فتح الباب قدام محمد شريف رفض عارض او التفريط فيه عبدالقادر وفيه كلام ان صلاح محسن خلاص يعني اصبح تواجده في النادي الاهلي يعني من كل الاطراف غير مرحب به سواء جمهور سواء ادارة فنية كولر او سواء لجنة تخطيط فاللاعب بين قصين او ادنى للخروج من النادي الاهلي فيه كلام ان ندفد يروح هو صلاح محسن لفيوتشر مقابل عمر كمال عبدالواحد ويدفعوا مبلغ النادي الاهلي يدفع مبلغ ده اقتراح بس فيه يعني جماهير او بعض من الجماهير بيقولك لا عايز تود يود صلاح لكن خلي ندفد لان ندفد ما خدش فرصة حقيقية لكن في النهاية لجنة التخطيط ابتدت تحس ان فيه جرس انظار من جماهير النادي الاهلي ليه لجنة التخطيط ومحتاجين واقفة مع انفسنا مش عايب ان انت تقول ليه حد معاك في الشغل او مديرك في الشغل او شخص انت بتحبه خد بالك انت بتعمل حاجة غلط عشان احنا بنحب ندينا فبالتالي احنا مراية للنادينا عمر ما لعب هيكون كويس ونقول عليه وحش او لعب يكون وحش ونقول عليه كويس احنا ممكن نساند اللعب لوحش مرة واثنين وثلاثة لكن في وقت معين مش هينفع المساندة لان كده احنا بنتحك على نفسنا وبنضيع وقت واحنا ما عندناش حرية او ما عندناش ان احنا يعني رفاهية الوقت ان احنا نستحمل لعب واثنين وثلاثة وانت شايف البطولات بتروح منك تباعا وبطولات سهلة وممكن تحصدها بضربة جزاء بضربة ركنية بحاجة ممكن تبقى في متناول ايدك وتروح منك فاحنا بنقول للنادي الاهلي ان النادي الاهلي دلوقتي يعني اصبح في مفترق طرق بالمناسبة علي معلول النادي الاهلي عرض عليه ان هو يكمل لنهاية الموسم ويعملوله مطشع تزال ويتبوق منصف في النادي الاهلي اللعب كان مش موافق في الاول ولكن بعد كده قرر ان هو يوافق علشان فتوح يكون بديلا له في نادي الاهلي دي كانت كل اخبارنا النهاردة ان شاء الله الفترة اللي جاية لازم كلنا نبقى ملتفين حول النادي الاهلي بنسنده بندفع عنه ولكن نشاور على الغلط لما يبقى في حاجة غلط نشاور عليها شايفين الاعلام الموجهة ضد النادي الاهلي الفترة الاخيرة فاحنا عايزين نكون درع وسيف للنادي الاهلي جماهيره تدفع عن النادي الاهلي تتصدى للنادي الاهلي بس لما تلاقي عيب في النادي الاهلي تقول خد بالك يا اهلي في عيب في النقطة دي زي ما قلنا وزي ما اشارنا ان الاطاحة بسيد عبدالحفيس كان اكبر عيب من الكابت الخطيب ومن لجنة التخطيط لازم لما يبقى في حاجة غلط نشاور عليها مش معنى كده ان احنا ضد ندينا او ان احنا مثلا بنشتغل ضد ندينا لا احنا ندفع عن ندينا بكل قوتنا وبكل شراسة لكن لما نلاقي اخطاء نشاور على الاخطاء دي فتوح اقترب من النادي الاهلي عمر كمال عبدالواحد خلاص بقى في النادي الاهلي ان شاء الله الفترة القادمة محتاجة اسود في الملعب محتاجة ناس تاكل النجيلة وتبلعها في الملعب محتاجين نخرز كل الالسنة اللي بتقول النادي الاهلي بيفوز بالحظ النادي الاهلي بيفوز بالتحكيم النادي الاهلي بيفوز مش عارف بايه عايزين نخرز كل الالسنة نخلي اعداءنا اول ناس تشيد بينا وبلعبينا وبالادارة بتاعتنا انتقل الفيديو بتاعنا آسف جدا للإطالة كان معاكم أخوكم هاني الشير قوي ما تنساش أخويا حبيبي الأهلاي وتدعونا بلايك وشير للفيديو أول مرة تشوفني أول مرة تشوفني تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتختار كل الإشارات بشكركم مرة واثنين وثلاثة وعشرة والسلام عليكم